تعرف من دار اول خريطة عمرانية لمدينة طرابلس تخطيط حديث في العهد العثماني الثاني سنة 1907 تعرف ان هو نفسه دارت تخطيط متاع السكة الحديدية اللي كانت في طرابلس باهي شو نتذكركم اللعبة هادي ولا هادي نزيد عليهم حتى هادي فاشي فكرو بكم او حتى اللعبة هادي ما تذكروا فيهم زمان باه الحذاء هادي اللي انباع في السوق الجديد اللي انفتحت في طرابلس سنة 1895 كان في فاع باع مشهور لهذه الاحديد ماذا اسمها الحذاء هادي زمان؟ ماذا يصنع فيهم ومنين يجوه؟ ماذا يكون هما اشهرت الهجار الجلود في ليبيا ولي جلودهم ولوا في العالم كلها تبي تعرف النقوش هادي متاع جديدنا اللي حطوا فيها على الحلي والجميلة هادي كلها منين جيت؟ باهي المحل الليبي اللي ليه فاتح توى 109 سنوات في مدينة طرابلس تتعرف شن هو؟ شن هي اقدم اغنية تسجلت في ليبيا اول تلغرافة بعدت من ليبيا للبرا باهي الليبي اللي كان عايش في لندن سنة 1774 وكان يناظر في كبار الفلاسفة فيها وكان سيرتها مذكورة عند الاجانب هلبة لكن هلبة ليبيا ما اعرفوش شرايكم الامام الصيوطي تعرفوه هكتركم؟ في واحد ليبي قري عندها 30 سنة في القرن السابع عشر تعرفوه؟ تعرفوش كون يكون؟ باهي شرايكم في ليبيين تجار كانوا يتاجروا في العالم كله ومن ضمنها امشوا لمعرض دولي في فلادلفيا سنة 1865 تعرفوش كون يكونوا وشين كان يبيعوا؟ شرايكم في واحد ليبي كان يملك في مطبعة في القاهرة في شارع محمد علي اشهر شارع في القاهرة سنة 1908 اكتر من 112 سنة تواه باهي شن هي اخبار السيدة الليبية اللي دارت حملة تبرع للثورة الجزائرية السيدة الليبية دارت حملة تبرع كبيرة للثورة الجزائرية باهي شرايكم في الليبي اللي مشي بالكاميرا متاعه مع المجاهدين الجزائريين واحضر كل حرب من حروب التحرير وروحوا دار مجلة في طرابلس بعدين في التسعة وستين اول حاجة دارها القدافي قضية على هذا الشخص ونفاهم الليبيا واخديه كل املاقه خلوني نقول لكم علي كلمات وقلولي مني شن هو اصلهم كوشة، فكرونا، دلاعة، مرشبادي، صليطة، كاشيك، فرملة، كسكسي، ملغيغة وبعدين خير نحنين الليبين لما نتكلمهم فيش حد يفهم فينا يعني في هالبناز ما يفهموش في اللهجم تاعنا؟ بهم دين جدا اللهجم داعنا، وشن اصولها، وشن الخليط اللي فيها؟ بالله، عاجة تانية، كداش كانت بوليطة الحج؟ علي بابورس سوكي في الثلاثينات بايش كون هو الرسام العالمي اللي رصم سيدة ليبيا في اجمل لوحة من لوحات العالم واصبحت يعني من اشهر نساء الارض واكتر ليبيين ما يعفوش انها هي ليبيا بايشين هي العشبة، النبات، اللي تنبت في ليبيا بس واللي ترجعلك شبابك، الشباب متاعك هذا يولي شبهب وكان حتى عمرك تسعين سنة تولي عندك نشاطه حيوية ويقولو، ويقولو، تشفي من كل الأمراض باهي هذا تاريخنا كل اللي ما نعرفوش شيء كتاب كاتبه واحد ليبيا قبل 1840 سنة باهي كتاب كتبه واحد ليبي تاني سنة 131 هجري كتاب ثاني كتب واحد ليبي باللغة الأمازيغية الأول باللغة الرومانية الثانية بالعربية الثالث بالأمازيغي في القرن الثالث الهجري شكل هو الليبي اللي هزم البيزنطيين أو الويندال عفوا فوق جمل ما تعرفوش عن النهر الصناعي في فزان قبل ما يعرفوا الرومان نظام الأكوا داك؟ ما تعرفوش الليبي من الزاوية اللي كان يتكلم فرنساوي والمصراطي اللي كان يتكلم في اليوناني والاغدامسي اللي كان يتكلم كانمي والجبال اللي كان عايش في قبرص هدو كلهم قالوا قبل 250 سنة وبعدين شان قصت العملة هادي اللي مكتوب عليها طرابلس الغرب باهي والعملة هادي حتى هي مكتوب عليها طرابلس الغرب شان هي هادي وهادي شان هي العملة البارونية بعدين العملة هادي اللي عمرها اكتر من الفين عام المهم مع بعضنا بنكتشفو وكان اتبوا تعرفو هذا كله تابعوني في برنامجي ليبيا زي ما هي بعد العيد هذا ان شاء الله علي قناة ليبيا التي يعني تداع على غرار برامجي التاريخية اللي كانت تداع في اليوتيوب نتمنىكم تحضروا معاي وتحياتي ونشوفوكم قريبا ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة